أيها المؤمنون ها هو الشهر قد انتهى أو كاد أن ينتهي فلنحاسب أنفسنا فيه ماذا قدمنا ماذا قدمنا لأنفسنا في هذا الشهر العظيم من كان محسنا فليحمد الله وليتمم بخير ومن كان مفرقا فليتدارك بالتوبة فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولا تقنطوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون من كان محسنا أو مقصرا فليحسن الختام فإن الأعمال بالخواتيم ثم كونوا على وجل وعلى خوف أن لا تقبل منكم أعمالكم لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين ففكروا في أنفسكم وفي نياتكم ومقاصدكم لا يُعجب أحد منكم بعمله أو يظن أنه فعل ما يجب عليه وأنه أدى حق الله عليه بل يعتبر نفسه مقصرا ويعتبر نفسه مهملا وينكسر بين يدي ربه عز وجل كان بعض السلف يقول لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت وذلك لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة